السلام عليكم يا وستاذنا تفضل يا وستاذ الله عز حضرتك بالنسبة للرسول على السلام قابل لرب العزة جلاشانه بعد ما چاası جبريل كنتمت المقابلة دي ايه يعني ايه تمت المقابلة دي المقابلة دي لما قال رب العزة السلام عليك ايها النبي طيب ايه بقى السؤال فين السؤال السؤال بقى ان المقابلة دي كان هي نفس الليلة دي بتاعت الليلة فيها تنزل فيها الكرام طيب اقول له حضاء bugs لا ليلة القرآن ليلة النزول سيدنا جبريلا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دي الليلة تانية غير ليلة إسراء والمعرك لكن أنت أصدك هل دي الليلة اللي حصل فيها أن فردت الصلاة أن الصلاة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نزل بها من السماء نعم في هذه الليلة لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن قبل ذلك نعم نعم طيب أستاذ أبير يبدو أن السؤال هو سؤال يبدو أن فيه تشويش في حاجة معينة فيما يتعلق بالمعراج احنا عندنا أمور كتيرة ناس كتيرة جدا 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 قعدوا يشويشوا على مسألة المعراج ليه بيشويشوا على مسألة المعراج وعلى مسألة الإسراء نفسها لأن في الحقيقة زي ما قلنا قبل كده المسألة مش مسألة أن هما الأحداث مش قادرين يقتنعوا بيها ولكن هي مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي احنا فيها لازم نعرف حاجات مهمة جدا أني أنا بس أضرب مسألة عشان الناس تقدر تفهم أن حادث النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قانون آخر غير قانون هذه الأرض يعني القانون اللي خرج فيه حادث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سترة ممتعة وقانون آخر ليس قانون الذي نعيش فيه كما أننا في بعض الأحيين نذهب إلى قانون الافتراض الذي يختلف عن قانون العيش الذي نعيشه في الحالة الفيزيائية فالقانون الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة الإسراء والمعراج هو قانون مختلف عن قانون مخاصة في المعراج هو قانون مختلف عن قوانين الأرض ودوة الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد وهذا يتنسب مع طلاقة قدرة مولانا سبحانه وتعالى نعم ترجمة نانسي قنقر